معي مباشرة من بغداد المحلل الأمني والاستراتيجي مخلد حازم كذلك معي من القاهرة رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أهلا ومرحبا بكما أبدأ معك مباشرة سيد رامي عبد الرحمن أريد أن نقف على كيف هي التحركات الآن في سوريا هناك كانت زيارة لقاءاني إلى لبنان وسوريا من شأنها أن تضبط أي حراك عسكري من الميليشيات الموالية صورة عن واقع هذه التحركات وردات الفعل نعم مساء الخير تحية لك ولضيفك والمشاهدين دعنا نتحدث عن صورة لهذه التحركات الأوامر صدرت وبشكل قطعي وفعلي لهذه الميليشيات العاملة تحت أمرة الحرص الثوري الإيراني والأوامر صدرت من الحرص الثوري الإيراني يمنع ملعا بات الأطلاق أي قذيفة باتجاه القواعد الأمريكية داخل أراضي السورية التجديد والانتشار الأمني وإعادة الانتشار والاستنفار الأقصى موجود في البوكمال عند الحدود السورية العراقية إخلاء مقرات موجود أيضا في الميادين في مزارع الميادين موجود حتى في بادية حمص أي في تدمر ومحيطها من قبل هذه المجموعات التي لا تستطيع الآن أن تتواجد في أماكن هي معروفة هي في حال التنقل وحال إعادة الانتشار مستمرة خوفا من أي ضربة أمريكية كبيرة ولكن ما حصل من هذه الأوامر الإيرانية حجمت هذه الميليشيات بشكل كبير جدا لأنه كان بعض هذه الميليشيات وهذه معلومات لدينا اعتقد بعد الضربة الأمريكية في الأردن أنه من الممكن أن يكون هناك سهولة باستهداف القواعد الأمريكية استهدفوا حق العمر بقذفتين إلا أن الأوامر جاءت صالمة ممنوعة أن تطلق أي قذفة لذلك ما جرى اليوم هو تحجيم بشكل كبير جدا لتحركات هذه الميليشيات من استهداف القواعد الأمريكية طيب أيضا صورة موازية من العراق مع حضرتك سيد مقرد حازم أمس كان حزب الله العراقي كذلك خرج بتصريحات مفادها تعليق العمليات العسكرية والأمنية على القوات الأمريكية رفعا للحرج عن الحكومة العراقية حالة من الانضباط إذن عند الميليشيات أو الفصائل المقاومة كما يسمون أنفسهم في العراق بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيفك ولمشاهدين القناة بالتأكيد يعني فصائل كتاب حزب الله يعني هي أعلنت عن تعليق عملياتها ويعني تجنبا لما الحرج الذي قد يحصل للحكومة لكن بنفس الوقت هذه الكتاب هي دائما ما كانت تدين الحكومة في أفعالها وفي أوصافها للجانب الأمريكي أنا أرى أن الموضوع لا يعني يخص رفع الحرج عن الجانب الأمريكي وأنما هناك أوامر قصدرت لهذه الفصائل بتعليق عملياتها لأنها استشعرت نوع وحجم الخطر والذي ممكن أن يهددها فبالتالي هي يعني استبقت الحدث بهذا البيان وأعطت في نهاية البيان يعني معلومة أنه إذا ما تم استهداف الكتاب أو مواقع الكتاب فأنه سوف يكون هناك ردا سلبيا في المجمل يعني إيران هي استشعرت الخطر إيران يعني لأول مرة يعني بدأت يعني خلال تصريحاتها تتخلى يعني علنا عن وكلاءها في المنطقة من خلال تصريح ممثل إيران في الأمم المتحدة فبالتالي هذه التصريحات يعني تحاول إيران لكن ليست تصريحات جديدة سيد حزم يحدق بها لكن يعني إذا إذا سمحت لي هذه المرة تختلف تفضل هذه المرة اختلفت الأمور هناك قرار هناك قرار صدر عن البنتاجون وبما معنى أن قرار البنتاجون يختلف عن قرارات القيادة المركزية الوسطى قرار البنتاجون يكون هناك استهداف شخصي مؤثر وبالتالي كل المعلومات تقول أن هناك يعني بحث وتدقيق ومعلومات واستخبارات لاستهداف شخصية قد توازي شخصية السيد قاسم سليماني بالتالي يعني كل هذه المعطيات تجعل الجانب الإيراني تجعلوك لا الجانب الإيراني هم يتخذون الحيطة والحذر تأخير الضرب لحد هذه اللحظة هي معنى أن حجم الهدف قد يكون كبيرا لم تتكامل المعلومات الأمنية والاستخبارات عن هذا الهدف لحد هذه اللحظة بالتالي هناك مناورة أيضا من الجانب الأمريكي في المماطلة في الوقت لانتهاز الفرصة والزمان والمكان للقيام بهذه العملية طيب سيد رامي عبد الرحمن أيضا يعني في ضوء قراءاتك الآن بما أنه خرج هذا الإعلان الأمريكي والمنتظر تنفيذ ضربات دقيقة للغاية كيف يبدو استعداد الميليشيات الفصائل إن كانت تحاول إعادة تموضعها على سبيل المثال إن كانت مثلا كانت هناك توجيهات صادرة بخصوص القيادات صف الأول بالنسبة لها والموجودة في سوريا نعم يعني أولا دعني أقول لك بأن هناك مئة وستة هجمات من قبل هذه الميليشيات منذ التاسع عشر من شهر تشرين الأول أكتوبر على القواعد الأمريكية لم يقتل أجندي أمريكية أي أنها كانت هجمات معنوية ولكن ما حصل في استهداف القاعدة في الأردن يعني جعل من إيران أو الميليشيات إيران تريد أن تستاذف القوات الأمريكية بشكل مباشر هذا الاستهداف ظلم بأنه سيمر مرور الكرام لكن أنا أقول لك بأن حتى لو أعادت انتشارها حتى لو انتقلوا من مبنى إلى آخر الولايات المتحدة الأمريكية لديها معلومات استخباراتية كاملة عن تحرك هذه المجموعات يعني هم استهدفوا هذه المجموعات ستة عشر مرة داخل أراضي السورية قتلوا ثلاثين منها في محافظة دير الزور لوحدها أي أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تريد تستطيع أن تعلم أين هذه المجموعات وتستطيع قتل قادتها داخل أراضي السورية أو غير أراضي السورية لكن إيران بالبداية عندما كانت تستاذف هذه القواعد لم تكن جادة بقتل جنود أمريكيين عندما تطورت الأمور هنا وقعت إيران في مأزق والأمر لم يعد يتعلق بتنصل بل صدرت أوامر من الحرس الثوري أنهو هذه البثلة إذن من القاهرة الرامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان كذلك كان معنا من بغداد المحل الأمني والاستراتيجي وخلد حازم شكرا جزيلا لكم ويعطيكم العافية